طب واحدة واحدة وبلاش كل ده عرفت الوناية دي؟ طب واحدة واحدة وبلاش كل ده اللي احنا بنعمله ده كله اسمه زار وضحك وتخازل مع منتخامنا الولمبي طيب تخازل من مين يا كريم؟ من الاندية اللي بتنفس على الدوري والاندية اللي بتصرع على الهبوط لا مش منهم خالص وخد بالك بقى واحدة واحدة كده انا لنقلوم على الاهل ولا على براملز ولا على اي نادي في مصر او خارج مصر رفض انه اللعبته تبقى موجودة مع المنتخب الولمبي انا راجل بتاع لوقح وقوانين هل انت مقبر انك تسيب لعبتك؟ لا ما تلعبليش بقى في حتة ايه؟ الوطنية ما تقوليش انت مش مصري ما تقوليش انت ما بتحبش منتخم مصر ده اسمه يعني استغلال وحاجات تانية كتير مش ينفع تتقال بس ما تتهمش اي حد انه مش وطني ولا بيساعد منتخم مصر ادام دي اللوائح والقوانين ما احنا جماعة بلاش جو اللي هو ايه؟ كل شوية ماشينها بالحب ماشينها بالفهلوة انت سايب لمسابقة شغالة لحد نص شهر تمانية سايب المنافسة كبيرة في الفترة دي وقت ما المنتخب الأولمبياء هلعب الأولمبيات انت وانت بتنظم المسابقة بتاعتك ما حطتش في اعتبارك ان هيبقى فيه أولمبيات في الفترة من كذا لكذا اللي معلن عنها من ثمان سنين ما قررتش او ما فكرتش انك تسيبه المساحة دي فاضية بس انت شاطر تأجل لإيه؟ للأندية اللي بتتدلع اللي عايزة تريح ما بين المطشات الأفريقية والله هنا دي عنده سبع ولا اتنين تأجل له مطشين تلاتة والحجة دايما إيه؟ يا جماعة ما هو دول بيلعبوا المصلحة مصر مصلحة الكرة المصرية ده دول اللي بيشرفونا يا سيدي صح أهلا وسهلا ندعم ونسانة طول الوقت تيجي بقى على منتخب مصر سواء أول أو أولمبي وتلاقي الدنيا كلها تقلبت فين الاحترافية؟ وفين جدوى للمسابقة المنتظم؟ حسام حسن يطلب يومين تلاتة زيادة في المعسكر يقول لك إلحق مفيش احترافية منتخب أولمبي عايز لعيبة وعايز يوقف المسابقة يقول لك إلحق مفيش احترافية يا أخي يا أخي فين الاحترافية دي والرهاني والله في أي صورة في حياتنا في كرة القدم في مصر ما هي لو بايزة بايزة ما هي كده كده بايزة ما تجيش بقى على المنتخبات بتاعتك